خبيرة الاتيكات اللي تعودنا عليها بإطلالة مشقة بصبحيتنا بصباح لبنان كارمين حجار رزق صباح الخير أهلا وسهلا فيك مونجور كيفك كارمين؟ صباح كيفك كان اليوم انت بيهو السقعات جيت لنا هيك على الأد شو ما نعمل بردي كتير؟ مية بالمية كارمين اليوم نحن نستكمل الموضوع اللي تبعتيه مع زميل شادي اللي ابتدايتي بالأحرى مع زميل شادي اللي هو عن ااتيكات أو طرق سليمي للتصرف ضمن المستشفيات أكان من ناحية المريض الزوار الأهل الأطباء الفريق العمل الموجود بالمستشفى اليوم لحن نضوي تحديدا عن فريق العمل اللي هو مجموعة من الممرضات والممرضين الأطباء وشوية الأهل كيف يتعطوا أيضا مصود كيف نبلش بهذا الموضوع؟ خلينا نقول أنه بمهنة التمريد بالنورسينج أكيد فيه ااتيكات الاتيكات مش اختيار الاكتيكات ضرورة بهالمهنة ليه لأن هالمهنة هادي بتتكز على العلاقات الشخصية على العلاقات الشخصية بين العالم وهون كيف ليكونوا هالعالم اللي عم نتعامل معهم هن مرضى موجوعين متقلمين ولما نحكي دايما علاقات شخصية منحكي طبعا منحكي أخذ لبعاين الاعتبار شعور الآخر هالآخر اللي هو مريض منحكي لبيقة منحكي لياقة منحكي احترام احترام الآخر احترام وجعه الحسن التعامل معه طبيعي أنه يكون متقلم موجوع ما عارف حاله شبه ضايج من هوني لازم على النورس يكون عنده حس الاتيكات بامتياز بامتياز لحتى دعا بتتصرف مع هيدا المريض لأنه بالنهاية بعتقد كل المهن اللي فيها علاقات كل اللي مهن فيها تواصل مباشر بين الناس بين بعضها لازم لها اتكات اللي التمريض هي هي وحدة منهم إذا بدي مالش أنا وياكي كارمن لنحكي اليوم مصي المريض على المستشفى بعد ما رح للطوارئ تحديدا وطلع على الطابق استلم الغرفة دخل إلى الغرفة طبعا هون في ممرض أو ممرضة لازم يستقبلوا لازم يتواصلوا معه كيف بتصير الأمور يعني شو هي المصالحات المحببة نبرت الصوت بركة طريقة التعامل هل الممرضة أو المرضة فيهم يلمسوا المريض مباشرة كيف بتصير الأشياء بالفعل هو أول شغلة منبلش فيها هي أنه على الممرضة أنا أدق الباب قبل ما تفوت على القوضة فاتت على القوضة لازم تسبقها ابتسامتها يعني كتير مهم أنه الممرضة تكون مبتسمة ترحب طبعا بالمريض باسمه مع الطايتل طبعه يعني ما تشيل الكلفة أبدا تعيط له موسيو أو مادام أو دكتور إذا كان أو أستاذ إذا كان محامي وهي بتعريف لأنه عند الملف عند الملف تعرف عن حالة تقول اسمها وتعرف عن البوزيشن طبعه عظيم وليش لا مش غلط أنه تقري بتسلم عليه هالشي بريح المريض السليم بالإيد بيكسر الجليد بمحال بيبني سقة بين المريض وبين الممرضة نعم لكن خلنا لنختصر اللي قلتي هيك لنحطهم بمنهجية إذا بدك أكتر بتوصل الممرضة على الغرفة لازم أول شيء يدق الباب تاني شيء لازم تعرف على نفسها هي مين شو بتعمل شو دورة بالقصم بالفعل تالت شيء لازم تنديل للشخص اللي موجود بيلاقب المختصف بي اسمه موسيو موسيو حداد موسيو لحود مادام ساركيس مثلا يعني لحظة يكون في نوع من احترام بهذه طبع طبع بعدين السليم مثل ما أنا سليم بالإيد ممكن وهوني بده تطمنه يعني النهرسية عليها أنه تطمن المريض تخفف له من أوجيعه تخفف له من مخيفه بل كن هو متضيق منه عارف شو رح يصير على الممرضة هوني دور بأنه فريما من القلب تحكي مع المريض مش بس مع المريض مع الأهل تعرف حالة كمان على الأهل المقربين الموجودين مع المريض كتير مهمي هالشغل فينا 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 نبرد صوتا نحكي بينا نبرد صوتا نبرد صوتا لازم تكون فريما طالعة من القلب وفيها دفق لازم يحس المريض أنه هي فريما مهتمة مش أنه عم تسمع له من غير اهتمام فن الأصغاء لازم يكون عند النورس يعني المريض إذا كان عم بيشكي إذا كان عم بيخبر خبرية عم بيقول شو وجعه لازم تطلع فيه تحافظ على معه تهز براسه تأكيدا على أنه هي عم تسمع لحظة يحس بالاهتمام بمحل من المحل لازم المريض يحس بالسقة وبالاهتمام وبالبوزيتف فيبس المبعوطة من قبل الممبردة لهو يرتاح ويكون فريما حاسس حاله أنه بمطرح موصوق فيه صح قداش في مهنة صعبة يعني كمان نحن نقول كارمن لأنه مش هين اليوم نحن عم نحكي بس كتير صعبة بعتقد على شخص دوامات طويلة يعني اليوم ممردة أو ممردة عندهم دوامات طويلة فقداش في صعوبة للحفاظ على هذه الوضعية منقول أنه هيدا كرماليك منقول هيدا المهنة كتير إنسانية كتير مؤدسة ولازم الوحدة عن جد يكون أول شخص يكون عنده من الداخل هيدا الحب وهيدا الشخص بأنه يساعد الآخرين وهون الصعوبتها بتبين على أنه هالآخر هيدا متوجع متقلم يعني ضايج منه عارف حاله شو بده يعمل هون الصعوبة معكها بيبقوا الممردات والممردين محمسين على بداية شوي بيخف عميسون بعد كذا سنة خبرة بس ليه للمنون لا المنون اللي بيخف عميسون لا الأكترية خلينا نقول بيضلوا بيستمروا بيهالروحية بكل أحوال لما نحكي عن شغف بأعتقد بتصير هيدا كل أمور أسهل بس لما نحكي عن حدا بيمارس المهنة كوظيفة فقط كوظيفة بأعتقد هون بتجي الصعوبة كتير منشوف كارمن ضمن المستشفيات منشوف ممردات للأسف يعني ما بدي أعمم ولكن عنده نوع من عدائي بالتعامل مع المريض يمكن هذه العدائية ناتجي أيضا عن موقف عدائي برز من المريض يعني وقت المريض بيطلب ممرضة على بيطلب ممرضة كذا مرة بيكون تيم مشغول بركة بيكون تيم عنده خلينا نقول تفاصيل تاني بيتأخر لي جفل فالمريض بيعمل ردة فعل عدائية وبتصير أشياء عدائية لماذا هون ممرضة أو الممرضة بدون يستوعبوا المريض؟ بالفعل هون على الممرضة أبدا إنما تتحسس ولا تكون ناطرة ريكسيون أو تعمل أكسيون ريكسيون على الأكسيون تبع المريض أو تبع المقربين من المريض المتواجهين بالقودة هون الميثالية بالتعامل إذا بدأ تكون البروفيسيونال ما لازم أبدا ما لازم أبدا يخد على خطرة أو تقول أو تتحسس من هالموضوع بالعكس بكل إذا كان المستشفيات للأسف نحن عندنا بها الأيام المستشفيات عم بتكون فولي بوكت لازم الستف يكون أكتر هون بنتوجه لإدارات المستشفى إنه يكون فيه استف أكبر ولازم المريض يحس على إنه هو الوحيد الموجود بالطابق يعني هون إذا المريض حس إنه هو كأنه لحاله لما ندق الجرس هالممرضة بتحضر مع ضحكتها بتشوف شو بده تسمع له مش بس هيك حتى هيو عم بتشكله إبريديزون بتقوله أنا رح شكلك إبري تتحدث هيوية تاخده تعطي هيوية تمزح معه ليش لا تحسوا بالأمان يعني عم تحسوا بالأمان بكل هول إشياء في خطوط طبعا فيه لميت بس ناباش إنه الممرضة تجي تعطي نكتة خفيفة تعطي دحكة تطيبا للأجواء بمحل من المحلات تطري الأجواء أصبت بكتير من إنه ممرضة تفوت في ريما مكشرة أو عم بتهرسم ليه لأنه حدا من قريبين المريض قال له بليز عم بيتوجع إذا بتعملي معروف تنتبه كتير للبادي لانجوج طبعا يعني ما فيها تقول إيه بأمر كون وهي عم تتسمسم لا لازم الإبتسامي لازم هي بالنتيجة نحن منقلها ماليك الرحمة ماليك لازم هني اختاروا هذه الوظيفة لما أنا أختار وظيفة معينة مهنة معينة لابد أن يكون بتقنع وهذه بعتقد اليوم عم تحكي عن أساسيات لابد أن يكونوا موجودين بمهنة التمريد والجزء كبير مننا راح لأنه الممرض مش بس هو البيعات فيها تدوى أو في عندك طريق التعامل مع الناس طريق سوبر مهزبة لازم تكون سوبر ليقة سوبر بيلة طويل قدمة فيها تاخد وتعطي وتحسس المريض بالأمان يعني إذا كان يقول سوبر المريض خيف تقوله طبعا أنت حقك تخاف هلأ بدي حضرك على العملية حقك تخاف بس تتمنه تقوله أنه أنا معك أنا موجودة كل النهار ما لازم تخاف تعطيه للأمان أداش المستشفيات مسؤولين عن هذا الشيء أداش الإدارات عندهم مسؤولية من محل تدريب بطريقة متواصلة لتنشئة لأنه وقت كمان ممرض والممرض وقت المستشفيات للأسف بدي يقول كمان أنه بيستعينوا بناس يعني ممكن بعدهم بسنة أولى بالدراسة لأنه الدومان يعني عم بيطلب كتير يعني سوء العمل عم بيطلب كتير بيكونوا ما وصلوا لهذه المرحلة لأنه اليوم بدراسة التمريد في مرحلة في كلها الأتكات في أخلاقيات المهنة اللي بياخدوها فبيستعينوا من الناس يمكن بأول الطريق بيستفيدوا يمكن منهم بأجور متدنية هداش كمان الإدارة عليها حق بهذا الإطار هوني على الإدارة دايما أنه تعمل لحتى تذكر بالممرض تعملوا أبديت للإنفورميشن طبعه وتعملوا أبديت لكمانا كيف يتعاطى ويتعامل مع هادي من وجه بي يعني كده فوق بيبقى فيه صندوق شكاوى بالمستشفيات صحيح أنا هوني بتحفظ أنا ما بحب هذه الفكرة لأنه الواحد المريض بيبقى جاي بيله بحاله ما بيله يتشكى على ممرضة صحيح ممرضة بالصدفة لأمني تعليه أو ما ردت عليه أو ما جاوبته على السريع ولا بيله لا المريض ولا أهل المريض أنه يعملوا بخافه مردته خدمة معينة لأنه في حاجة لهذه الخدمة على الإدارة المستشفية هي اللي تعمل كنترول على إيدي الممرضة صحيح يعني بكل أحوال لما يكون فيه شغف هو أساس بهذه المهنة بتصير هذه الأمور بتجي بطريقة تلقائية ولكن مشكلة بعتقد لما يكون حدا عم بيعمل المهنة كوظيفة هذه هي المشكلة الأساسية كارمن لأنهي أنا وياك هذا اللقاء تبسات هيك سريعة أيضا لكل عاملين بهذا المشكلة طبعا على الممرضة أنا تنضيق تغسي الإيديا قبله بعد زيارة المريض تعرف حالها على الأهالي وكمان تاخد بعين الاعتبار أنهي محسسين طبعا علي أن تكون سوبر أنهي بوزيتيف اللي بيس طبعا يجب أن يكون فريما بانظيف وامبيكابل إن كان أبيض أو أزرق البدش اسمه يكون على طول محطوط على جاهة اليمين لحتى دايما يعرف المريض مع مين عم بيحكي كتير أساسياتها الشغلة تخفف من قلقه إنه ومن انتظاره متزيط توطره المريض بيبقى ناطر الطبيب يريد هون انتظار الطبيب يكون فريما هي بتعرف أنه الأطباء بدون يزوره بل كان ابتداع من الساعة وحدة بتقولون جاي الطبيب على الأربعة لأنه النطرة بالمستشفى كتير صعبة وعلى الأطباء لما يزوروا كمان المرادة هوني خلينا نقول لازم يخصصوا فريما هالعشرة أيه أو هالربع ساعة للمريض نفسه يعني يرفضوا أنه يتقبلوا تليفونات كدوا فيها بيفوت الحكيم على الأوضة شوي بيخبروا المريض شوهو بيصير بقلوا بيجي تليفون لحظة وهيدي معينة وحقه المريض تكون حقه المريض بالكامل أنه الحكيم يعطيه كامل الوقت بكل أحوالي يعني كارمن ما ننسى دايما أنه كمان نقول شكرا نقول بليز نقول لو سمحته يعني هل وين ما كنا موجودين نحل زكاة بالفعل جوهو لازم على إن كان المريض وإن كان الموجودين الأهل يتشكروا دايما يتشكروا دايما النورس على كل خدمة بتعملون إياها يقولوا لها ميرسي التبس كمانا منا غلط بإذا نحنا قعدنا يومين ثلاثة أربعة ييم عشر تييم اللازي هني مش غلط أنه نحنا نعطي بخشيش نعطي تبس للنورسز وطبعا اللي هي بكل الربح اللي راح بتصادر بدأت تقوله الحمد لله على السلامة أو سلامتك الكلمة الحلوة ضرورية الابتسامة الطاعة الإيجابية هي اللي بتخلق بتسهل الأمور وين ما كنا موجودين بليك شكرا لقالك على كل معلومات معلومة أخيرة لو سمحتك في شغلة السبت نقلرت بسقب أربعة أشباط هو يوم العالمي للكنسير أوكي السلوغان بهال مناسبة بهالمناسبة هو وي كان اي كان أوكي جو بو نو بوفون أوكي نحنا أكيد أكيد استطيع استطيع نقدير فينا وأنا فيه نعم بقى بهاليوم العالمي للسرطان من دوي شمعة طبعاً ومنقول صلة صغيرة لمرض السرطان أمين وشغلة أخيرة لمرض السرطان وللأنتراج طبعاً مرض السرطان منقول أنه never ever give up hope على طول في أمل على طول في أمل نعم شكرا لقالك كارمن والأمل هو بيخلق مننا بيخلق من جواتنا من طاقتنا من إيجابيتنا ومن إيماننا أيضاً بأنه بكرة رح يكون أفضل أفضل بكتير اختصاصية أو خبيرة بالأتيكات كارمن حجر رزق أهلا وصلا فيك شكرا لقالك شكرا شكرا